موسيقى يعني للأسف يعني بتحصل بعدها مصايب وبتنتهي بمأساة احنا النهاردة هنعرف ازاي في الحالات دي تحديدا ان انت تحافظ على حقوقك اي سيدة او اي حتى رجل اتعرض لابتزاز مثلا مادي اي ان كان يتعامل معاه ازاي واي هي العقوبات القانونية تفاصيل كتير اوي هنعرفها من ضفنا اللي بنورنا النهاردة في الستوديو استاذ تامر امين وصباحك صباح الورد في البداية طبعا يعني احنا شفنا كتير اوي شفنا للأسف البنتي حرام اللي انتحرت لما في شباب يعني ما عندهمش اخلاق ابدا ابتزوها واركبوا صور عليها اوها اوها كذا اذا خلينا الاول نتكلم على السيدات او الفتيات لو تعرضوا لموقف زي كده يتصرفوا ازاي طيب هرجع بحضرك بس البداية بسم الله الرحمن الرحيم احنا طبعا عشان نتكلم على جرائم الانترنت اولا هي جرائم حديثة تعتبر بشكل كبير جرائم ذات طبيعة مختلفة عن الجرائم العادية الدليل فيها حتى يختلف عن الدليل اللي احنا بنتعامل به في قانون العقوبات المصري لان في قانون العقوبات المصري كان عندنا الدليل دليل ورقي او دليل بشهد الشهود النهاردة جرائم الانترنت اصبح العملية مختلفة تماما الدليل اصبح دليل تقني لابد من جهات معينة في وزارة الداخلية هي اللي بتفحص الكلام ده بشكل تقني عن طريق مهندسين فالنهاردة علينا دور كبير جدا في التوعية ازاي نتعامل مع هذه الشبكة العين كبوتية جرائم كتير جدا بتحصل عن طريق هاكرز وعن طريق كراكرز ناس بتروج شائعات وناس بتروج لبرامج او العاب حتى قاتلة زي ما اسمعنا عن لعبة مثلا الحوت الازرق اللي بيطلب من الاولاد حاجات معينة ويطلب منه يطلع فوق مكان معين وينط ويحدف نفسه وحاجات زي كده مش عارف واحد اسمها مارين برضو اللي المرعبة دي في واحدة كده مرعبة برضو لعبة انا نفسي يعني خوف تدخل فيه بكتر اتحكى عنها يعني بالزبط فاحنا بنتعامل مع الاسف يعني بتعامل مع مجتمع مخيف مع الفضاء الافتراضي ده اللي هو شبكة المعلومات دي ده فضاء افتراضي احنا بتعامل مع عالم مخيف وكل يوم فيه تقنيات جديدة وكل يوم فيه حاجات جديدة لابد ان احنا نوكبها بسرعة طب يا ترى ايه هي بقى ابرز الجرائم الالكترونية شوف حضرتك ابرز الجرائم الالكترونية هي الجرائم الالكترونية عموم بشكل عام هي لها انواع لها تلات انواع فيه جرائم بتقع على الافراد وفيه جرائم بتقع على الاشخاص الاعتبارية اللي هي الشركات والمؤسسات الكبيرة وفيه جرائم بتقع على الدولة الجرائم تقع على الأفراد معظمها أو أكثر جرائم دي بتبقى يقيم جرائم ابتزاز عن طريق أنه بيحصل على المعلومات بتاعت حضرتك أو بيعمل اختراق للحساب بتاعت حضرتك ويبدأ يخترق المعلومات بتاعت حضرتك ويبدأ يبتزك بيها عن طريق مثلا أنه خد بعض الرسائل اللي حضرتك مش عايزة العامة يطلعوا عليها خدها ويبدأ يسومك بيها اللي جربتني اللي بتزاز أو النوع التاني اللي هو برضو منتشر جدا اللي هي جرائم بقى السب والقصف والإساءة عن طريق وسائل الإنترنت دول أكتر جريمتين مشهورين جدا في الجرائم اللي بتقع على الأفراد والتحرش كمان الألكتروني التحرش الألكتروني طبعاً اللي هو برضو نوع من أنواع الجرائم اللي بتقع على الأفراد طيب إحنا سمعنا عن مصطلح أو قرينا عن مصطلح الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية إيه الفرق ما بينهم؟ عايزين نوضح ده برضو للمشاهدين لا أهي الجرائم الإلكترونية الجريمة بشكل عام الجريمة الإلكترونية هي كل اعتداء بيقع على شخص المجني عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية أو عن طريق الحاسبات والموبايلات يبقى إنهاردة الجريمة أصبحت جريمة مختلفة يعني حتى المتهم أو المجرم ما بقاش لازم يتواجد في مكان الجريمة المجرم قاعد خلف شاشة ومن خلال هذه الشاشة وبنتمتعامل مع مجرم بطبيعة خاصة كمان يعني المجرم الإلكتروني ده مجرم زكي جدا ممكن يكون مهندس ممكن يكون تقني بشكل عالي جدا إنه وصل من خلال بحثه إنه يقدر يخترق الحسابات فهي دي الجريمة الإلكترونية اللي هي كل اعتداء يقع على الأشخاص عن طريق شبكة المعلومات فالجريمة الإلكترونية هي ذاتها هي جريمة المعلوماتية هو بيخترق سواء كان اللي اعتداء ده إنه حصل على معلومات أو كان هذا اللي اعتداء إنه أسألك أو أشهر بيك أو بشكل بهذا الشكل طيب يا ترى يعني لو في بنسمع كتير طبعا عن فتيات بيتعرضوا للابتزاز الإلكتروني أو التحرش الإلكتروني أو كده يا ترى بشكل مبسط إيه هي الخطوات اللي البنت تقدر تاخدها وتتشجع وتاخدها بالزبط يعني مثلا واحد اتنين تلاتة هو طبعا بداية يجب أن تتوجه بشكل سريع أولا رقم واحد إنها تاخد سكرين شوت للحصل أو للإساءة أو للابتزاز أو للمطالبة اللي هو بيطالبها بيها المتام الألكتروني ده الدليل بتاع تاخد سكرين شوت ده ده دليل ودليل برضو مش دليل قوي لأنه يسهل بسحه بعد كده يعني أولا عشان كده مشكلة الجرائم الألكترونية دي أنه لازم حضرتك تتوجه بسرعة للجهات المعنية اللي هي أصبح دلوقتي إدارة البحث والجرائم بكافحة جرائم الإنترنت والمعلومات الموجودة في وزارة الداخلية هذه الجهة منوب بها إنها بتقدر تخترق الإي بي تخش وتبدأ تشوف هل فعلا تم اختراق لحسابات حضرتك ولا لا وهل تم استخدام الإيميل بتاعك أو الأكونت بتاعك من مكان تاني ومن رقم تاني إي بي غير اللي حضرتك بتستخدميه وبيبدأ يحاول يعمل استرجاع للمعلومات لأن بشكل كبير جدا المتهم بعد ما بيرتكب جريمته دي أو بعد ما بيبدأ يبتز حضرتك أو يسيء إليك بيدخل ويمسح اللي حصل طب آه يعني بس هي لو فيه مثلا زي محادثة ما بينهم بيضايقها فيها تقدر تاخد سكرينشوت وتتوجه بيها ما هو السكرينشوت ده برضو أحيانا ما بيكونش كافي ليه لأن ما هو فيه برامج مثلا فوتوشوب ممكن تعمل سكرينشوت بس هم أكيد بيعرفوا يتحققوا من ده هم بتحققوا من ده بس فترة وجيزة لأن بعد فترة على شبكة المعلومات الدولية دي بيحصل حاجة اسمها أرشفة بيدخل المعلومات بتاعت حضرتك لحزمة مختلفة بتبدأ تتراكن لفترة بعد كده بتتمسح خالص فعشان كده يجب التوجه السريع مجرد أن حضرتك حصل جريمة ما تترخيش نروح أخذت سكرينشوت وتبدأ تتوجه للجهات دي عشان يلحقوا المعلومات يشوفوا الجهاز بقى بتاعك يفحصوه يعني بتدلهم الجهاز عشان تثبت أنه دي مش سكرينشوت دي ما بعوتالك يعني دي ما بعوتالك ممكن تكون تمسحة حتى على جهاز بتاعك بيكون لهم خط ساخن أو رقم للمباحث الانترنت آه ليهم طبعا رقم ساخن ليهم خط ساخن طبعا سهل الاتصال بس الأفضل طبعا الحديث هتوجه هناك لأنها هيتعامل محضر ويبدأوا ياخدوا من حضرتك الموبايل ويبدأوا يتأكدوا من ياخدوا الباسورد بتاع حضرتك ويبدأوا يشتغلوا هم بقى يعني كل اسم شرطة تبع للمنطقة اللي أنا فيها ده فيه قسم لا مش كل قسم شرطة كل مديرية على ما قول كل مديرية فيها إدارة مباحث مكافحة جرائم الانترنت والبعلومات أوكي إدارة المباحث دي بتبقى مسؤولة إنها توصل أو تعمل حل لهذه المشكلات حضرتك ذكرت ثلاث أنواع من الجرائم اللي هو الأفراد والكيانات الاعتبارية والدولة سواء اعتداء يعني ابتزاز أو اعتداء على الثلاث كيانات دولة يمكن دلوقتي احنا اتعرفنا بشكل تفصيلي على الجرائم الالكترونية اللي ضد الأفراد اللي هو سواء راجل أو ست أو ابتزاز أجينسي أو مادي أو أي انكان بنعمل إيه؟ إذا فيه بقى اعتداءات على كيانات اعتبارية زي مؤسسات بتبقى إيه شكل الجرائم دي وبيتصرفوا إزاي يعني إيه وضع القانوني؟ معظم هذه الجرائم بتبقى بتقع على حسابات خاصة بالشركات يعني كل شركة عندها سيستم أو عندها على الجهزة الحاسب الأيلي بتاعها عندها مرتبات العاملين بتوعها بيانات شخصية عنهم الصفقات للدولة اللي هي هذه الشركة بتنتوي أنها تدخلها بيحصل أحيانا أن بعض المنافسين أو الشركات المنافسة يستخدم هاكرز أنه يخترق هذه الحسابات بتاعت الشركة عشان يقدر يوصل المناقصة اللي هم هيدخلوها العرض الأسعار اللي هم مقدمينه معلومات حول العاملين بهذه الشركة ومرتباتهم وأجورهم وحاجات كتير جدا ممكن تضر الشركة فنفس بالفعل اللي الدولة اللي الأفراب بتنتهجوا إنها تبلغ مباحث الانترابات كذلك الأشخاص الاعتبارية يجب عليه أو القائم على الشركة إنه فعلا يقوم بالإبلاغ بشكل سبيل طيب إحنا حابين نعرض لحضراتكم الخط الساخن لمباحث الانترنت علشان طبعا يعني لو حصل أي حاجة لازم يبقى معينا طبعا والرقم سهل جدا هو 108 فسهل جدا أن أنتوا تبلغوا طيب إحنا كده بنتكلم بقى لما يكون كمان فيه اعتداء على الدولة يعني يكون فيه اعتداء إلكتروني على الدولة وبتالي دي أخطر حاجة يعني آه طبعا دي أخطر حاجة وحتى القانون في المادة 17 و18 من القانون 175 لسنة 2018 اللي هو قانون جرائم الإنترنت ده ومكافحة الإنترنت والقانون ده عندنا لعشان يعني نوضح الأمور هو تأخر كثيرا طبعا لأن الإنترنت موجود عندنا في مصر ممكن بقى لنا 20 سنة دلوقتي ولكن القانون صدر في 2018 فكنا قبل هذا التاريخ بنتعامل بقانون العقوبات اللي هو ما بينسعفناش قانون العقوبات اللي هو الأفعال العادية أو الجرائم العادية اللي كانت موجودة من 70 سنة اللي هي الجرائم بشكلها الطبيعي وده طبعا ضيح وقناس كتير طبعا لحد ما صدر هذا القانون عفوا فالجرائم اللي تقع على الدولة متمثلة في أخطر أخطر ما في هذه الجرائم الشائعات طبعا يعني النهاردة بنجد مثلا مجلس الوزراء بيطلع كل فترة بيطلع بيان أن هذه شائعة صدرت شائعة مؤخرا عن وقفة أو تعليق الدراسة عشان مش عارف في فيروس جديد كل دي شائعات الهدف منها إصارة البلبلة في المجتمع أو الإضرار بالدولة بشكل كبير دي نوعية الجرائم اللي تقع على الدولة بمناسبة العقوبات حابين نعرف من حضرتك كده يعني هل العقوبات بتقتصر على غرامة مادية لو بيكون في حبس طبعا بيكون في حبس لبعض الحالات بس عايزين نعرف إمتى تبقى غرامة مادية إمتى يبقى حبس طيب هو طبعا القانون ده نظم كل هذه الجرائم بدءا من المادة 14 من القانون 175 وحتى المادة 23 من القانون 175 لسنة 2018 هذه العقوبات بتتدرج بدءا من الغرامة اللي هو مجرد إن شخص دخل على الكون تخص بحد أو حساب حد حتى لو بالخطأ فده بيبقى فيه حتى غرامة إن انت اخترقت حساب بتاع حد ده فيه غرامة بتتدرج حتى تصل إلى عقوبات تصل لخمس سنين في سجن مشدد في بعض الجرائم اللي بتقع على الدولة أو بتقع على المعالجة لبيانات الأشخاص حد خد صور سيدة وقام بوضعها على مواقع إباحية أو قام بوضعها على ركب عليها صور أخرى وحاجات باللي بنشوفها لأن طبعا في الواقع العملي في المجتمع احنا بنشوف جرائم يعني صعبة جدا حتى المشرع نفسه ما بيلحقهاش حتى بالمعالجة بالقوانين لأن احنا بنتعامل مع نوعية جرائم متطورة جدا النهاردة حضرتك ممكن طفل صغير بيجي يقول لحضرتك ده أنا طفل عمره مثلا في ابتدائي ولا في إعدادي ويجي يقول لولدته أنا النهاردة هكرت صفحة صديقي دخل طبعا الأم اللي تبقى فرحانا بابنها أنه هو هكر صفحة صديقي بيل جيتس الصغير زكي طبعا نازم تعلمه أنه ده غلط وده حرام وده ما يصحش صحيح وإن إزاي تقش على حاجة مش بتاعتك وإزاي تتطلع على أسر حد مش بتاعتك لأن ده هيتطور بعد كده الطفل ده هيبقى عنده فضول هيبقى عايز يتعلم أخر هيختارك خصوصيات الناس دايما مشروع نصاب إلكتروني يعني آه طبعا آه قادم طبعا طبعا إحنا في الفترة الأخيرة بقى ناس كتير قوي اتعرضت لها عمليات نصب من خيار رسائل الموبايل اللي بتخص كمان حساباتهم في البنوك ودي كانت مشكلة كبيرة جدا ويمكن تقريبا كل البنوك بلا استثناء دلوقتي بتبعت لك من وقت للتاني أسام أس تقول لك رجاءا ما تديش أي معلومات سرية عن حساباتك إزاي كان بيحصل الموضوع ده والله يشوف حدوك بصي هو ده طبعا إحنا عندنا دور مهم جدا ودور الإعلام مهم جدا اللي هو التوعية التوعية إزاي نتعامل مع هذه الشمكة إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا إن أصبح الموبايلات دي موجودة في إيدين أولادنا الصغيرين حتى الأطفال الصغيرين بيدخل على أي حاجة بيتفرج على أي حاجة عالم مفتوح والطفل إحنا الأم سايبة الطفل مثلا قاعد مجرد أنه ساكت أو حتى ما بيقابلش دوشة ما بيزعجهاش في البيت ومعه موبايل فبيبدأ الطفل ده يدخل على مواقع يدخل على حاجات يتفرج على حاجات يشوف حاجات وده كرسة إحنا محتاجين توعية بشكل كبير جدا حتى يعني بعض الجرائم القانون ده نظمها من الحاجات المحمودة جدا وكويسة جدا في القانون ده إن القانون بيعاقب على الشير واللايك يعني أنت ممكن حضرتك تشياري خبر أو تشياري حاجة الحاجة دي تكون شائعة أو تكون بتضر بسمعة البلد وانت لا تدري انت معتقد أنها حاجة صحيحة وانت بتعمل لها شير حضرتك بتعمل لها شير شير ولايك يعني أنا يعني دلوقتي لو عملت لايك ومعملت الشير لفوست أتعاقب لو عملت لايك بمعنى كده أنت بتأيد الرأي ده أو بتدعمي بتدعمي الرأي ده وربما يكون الرأي ده بيدعم إرهاب بيدعم فكر بضطرف وممكن يكون الصفحة اللي انت مش هيرم إنها مش هيوصل لها لأنها خارج مصر في أمريكا موقع في أمريكا موقع في إنجلترا زي ما هو موجود دلوقتي انت اللي هتتعاقب فإزاي يحصل توعية إزاي نفهم المجتمع ونفهم الناس إن التعامل مع التليفون ده أو مع هذه الشبكة العنكبوتية التعامل بمحاذير طبعا إزاي الأم أو كل أب أو رب أسرة يضع لأولاده إطار في التعامل مع هذه الشبكة ويحدد له المواقع اللي يدخل عليها خطورة الهواتف الزكية عايزين نتوقف بقى عند هذا اللقب يعني ده لقب منطل خطورة أنا ابتديت أحس أنه الهواتف الزكية كل يوم بتبتدي زكائها يعلى زي بالزبط الروبوت وابتدت تتحكم فينا فعلا بشكل أو بآخر إحنا بقينا حتى لو في البيت بنتحرك من قوضة لقوضة فيه مش لازم يكون الموبايل في أدينا فيعني بيتهايلي ده هو إدمان هو إدمان أصبح إدمان خايف حاجة تفوتك خايف حد يطلبك ما ترد وكل ده مش حقيقي هو مش حاجة تفوتك هو يعني اللي بيعرف أتعامل مع الموضوع لما يحصل توعية بقى ودور إعلام بشكل كبير إحنا برضو ده دور غافل بشكل كبير جدا لما يحصل توعية يعني إيه أستخدم التليفون أو أستخدم الهاتف أو أدخل عشان وكتب معلومات الدولية دي أتابع الأخبار أعرف إيه اللي بيحصل في البلد مفيش مشكلة ولكن وقت محدد ما يعطلش دراستي ما يعطلش شغلي ما يعطلش الوراية لأن إحنا أصبحنا أسرى وأصبح أولادنا أسرى للتليفونات أسرى بالزبط أسرى وبعدين مخطفين الأولاد مخطفين صحيح يعني موضوع إحنا شفنا الإعلان حتى اللي كان عامله محمد صلاح اللي هو بتاع بابلز اللي هو جايبين طفل قاعد مع محمد صلاح والطفلة دي بتشتكي إن كل صحابة عايشين جوا بابلز بالزبط عايشين جوا بابلز فكلنا عايشين للأسف حتى أكبروا صغيرين يعني التليفونات دي بقت كارسة بشكل جيد طيب رجوعا طيب لعمليات النصب بتاعت البنوك اللي هي حد بيعمل نفسه بنك وبيبعث لك ميسج عشان تبعث المعلومات زي نحمي نفسها من عمليات النصب دي والله طبعا هو أقول لحدك بحاجة هو طبعا الموضوع ما بقاش ببساطة إنه يبعتلك يقولك أنا عايز المعلومات أو عايز الرقم السري لأ ده ممكن يبعت لحضرتك لينك ممكن يبعتلك زبزبة من خلالها يقدر يخترق حساباتك يبعتلك فيروس معين كل ده عشان كده المفروض ما ندخلش على أي حاجة إلا ما يبقى عارفين مصدرها فعلا ده جاي من حد موصوق فيه ولا لأ يعني أي لينك يوصل لنا عن طريق واتساب أو عن طريق قسم قسم ما نفتحوش ما نفتحوش إلا إذا كان موصوق في الشخص اللي أرسله إن إحنا متفقين معايا مسألة طبعا أنا مستنيه لينك أنا عارف إن الأستاذ فلانا هيبعتلي حاجة فأنا خلاص بنتظرها إنما أي لينك كده يجيلي لا ده ممكن اللينك ده فعلا بمجرد إن أنا فتحته هو بدأ يدخل على المعلومات الخاصة بي على حزمة المعلومات ويبدأ يدخل أنا ممكن مسجل الباسورد بتاع الفيزا بتاعي على التليفون مسجل الرقم الكارت بتاعي على التليفون كل ده بيقدر هو من خلاله ياخد من خلال الفيروس اللي هو بعته أو اللينك ده هو قدر إن هو ياخد المعلومات دي ويبدأ يعمل لها معالجة عنده أجهزة عنده تقنيات حديثة بيعمل لها معالجة ويبدأ يطلع منها اللي هو عايزه ويبدأ يستخدم هو الكلام ده فطبعا ده دور مرضو التوعية إحنا طبعا بنوعي وبنحاول نوصل للناس إن محدش يستخدم الكلام ده أو ما تدخلش على أي حاجة أنت ما تعرفهاش بتفتحش لينك أو فيروس جاي لك أنت مش عارف ده إيه حتى لو صورة حتى لو بتاع إلا ما تبقى عارف مصدرها عشان ده ممكن يخترق معلوماتك بشكل كبير لو حصل وتعرضنا وحد ده تعرض أنه فتح فعلا خلاص بقى اللي هو الفاس وقعت في الرز ما بيقوله فتح هذا لينك وتلع فيروس برضو يجري ويتوجه لما بحث الانترنت طبعا يجري وتوجه بسرعة على المواحس الانترنت والمعلومات عشان أول حاجة هيعملها أول حاجة طبعا يقفل صفحة بتاعته أو يقفل الأكونت بتاعه لو لحق لأنه أحيانا بيخشوا يغيروا الباس وورد بتاعه يعني هو قريد يغير الباس وورد بتاعه وخد هو خلاص الميل يعني هو خد الميل بتاع حضرتك وغير لك الباس وورد انت يتعرفش تخش عليه أيها حياة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات التوعوية دي الأستاذ تامر أمين بنشكر حريك شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا خلصت فاكرتنا الأولى فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فاكرات